تنبيهات مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية التنبيه الرابع كسر همزة إنّ بعد فعل القول يشيع اليوم على ألسنة كثير من المثقفين فتح همزة إنّ بعد قال ويقول وأقول ونحوها مما حكي بالقول فيقال قال أنه وأقول أن كذا والصواب الكسر كما هو معلوم والمجمع ينبه على هذا الغلط الشائع انطلاقا من حرصه على تحقيق هدفه في حراسة العربية والمحافظة على سلامة الألسن والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ترجمة نانسي قنقر